اشتركوا في القناة 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 وبالطبع يعني عاوز اكد ان احنا الجماهير بتاعتنا بتبقى موجودة على فترات طبعا نظرا لان احنا بننعب الدور المحلي بدون جماهير لكن سبب طبعا باليقين وحتى في مشوار التأخل بتاعنا ان الجماهير بتبقى عامل ايجابي جدا بالنسبة لنا وشوفنا كلام دوات في اكتر مبارة ومبارات القطن واكتر مبارة يعني فانا بأكد طبعا ان الجماهير تبقى عامل ايجابي جدا بالنسبة للعيبة وبالعكس يعني انتعرف عبت النادي الاهل الجماعي هي اللي بتبقى بالنسبة لها وقود يعني فالعشرين الف دول ان شاء الله باذن الله حيبوا عامل ايجابي في صلاحنا بكرا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا اعجابك اللي سؤال من الاخر وليك جاهز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مفيش غيباتك بل بالعكس يعني كل اللعيبة موجودة وحيبقوا جاهزين لاختياراتنا ان شاء الله اختيارات الجهاز الفني بالنسبة لعامل الفوز بكرا الجمهور مهم جدا طبعا والجمهور في صلاحنا ان شاء الله بتلعب على منعبك المباراة الاولى زي ما انا بقوله هي المباراة دي يعني هي شوط من شوطين لكن مهمة جدا بالنسبة لنا في نواحي فنية انا بقولك واضحة للفرقتين مش هنتكلم فيها في التواصيل طبعا لكن عامل التوفيق برضو مهم جدا يعني على المستوى اما بتتكلم على الاهل بتتكلم على التراجي برضو عامل التوفيق ضمن الحسابات دي لكن اكيد العامل الفنية حيبق لها تأثير كبير جدا لان ازا ما بقولك احنا حافظين بعض والتراجي عنده سلبيات وعنده ايجابيات فاحنا حافظين الايجابيات وحنتعامل معها بتركيز كبير جدا والسلبيات اللي عنده التراجي برضو حنتعامل معها ونحاول ان شاء الله نستغلها بشكل كويس ان شاء الله السؤال على الله السؤال على الله حسن بالنسبة قدددك دائما معروف من الالي فلي ما تقويش ما هي عائلة فريطة مقبضة الان في تراجي لها 5 مرشات بالنور العربية فاكيد خددك أنشف تراجيه وتراجيه 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 كويس هل ذكر عن إجابة طلبك الخمس منشطة الأول من نوعه ونهاية كمان ببطولة عربية؟ الملعب سيبقى لها عامل كبير جداً الملعب اللي هو الجيم اللي حيبقى بين اللعيبة بعضهم ضد بعض واحنا كمان كمدربين برضو والتغيرات سيبقى لها والتوفيق برضو هذه المطشقات الكبيرة بتبقى كده حتة الحظ وكده باتمنى طبعاً أزام بقولك التوفيق بقى الصلاح لكن كل مبارا وليها ظروفاً استحال أنت التاريخ بيتلعب على التاريخ وكده كل مبارا بقى لها ظروفاً هل تفصلت على مبارا بقى لها؟ سواء تفصلت على مبارا بقى لها؟ لا، وخسرت مرضو متراجي خسرت ماتشو أنرامو يعني خسرت هناك في تونس 1-0 في المبارا بتاعت أنرامو اللي أنا خسرتها ديت لكن أنا لعبت مع التراجي بالفعل أربع مباريات لعبت أربع مباريات تعديلت واحدة وكسبت اتنين وخسرت واحدة هذا الريكورد بتاعي مع الترجع إن شاء الله يبدأ التحكيم موفق إن شاء الله إن شاء الله نعم نعم أنا بأكد يعني الفرقة الكبيرة دي ملامحها بتبقى متشابهة بشكل كبير جداً إذا تكلمنا على الجماهير حنلاق الملامح متشابهة بشكل كبير الأهل عنده جماهير عظيمة طبعاً في كل حاجة طبعاً من الجماهير طبعاً إذا كانوش الأميز على مستوى القرى الأفريقية والعربية والعربية يعني الجماهير الناد لأهل مميزة وجودهم بكرة حبق دافع كبير لنا طرد الترج برضو من الفرق اللي عندها جماهير مميزة وأنا شفتهم يعني شفتهم برا تونس وشفتهم في تونس برضو مميزين وتقول لك المنابح بتاعت broccoli الكبيرة في بائدة دي بتبقى متشابهة ونرحب بيهم طبعاً في مصر وبنرحب بالجماهير التونسية اللي موجودة في مصر وإن شاء الله على المستوى الجماهير كمان.. إن شاء الله تبقى مبارات للغاية في كل حاجة في الهدوء وفي النصام لكني أنا بقولهاQue المباراة هي المباراة كبيرة في المرعب بين فرقتين وإن شاء الله نكون مفقين فيها بإذن الله حلقات الله وبالعودة الأخبار من جديد عقد حسام البدري المدير الفنين لفريق الأهل محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر اليوم عقب صلاة الجمعة استعداد للقاء ترجي تونسي مساء السبت على ملعب برج العرب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفرقين وركز البدري خلال محاضرته باللاعبين قبل خوض الميران الختامي عصر اليوم بالإسكندرية على إبراز الجوانب الفنية لفريق الترجي وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل كان البدري قد ألغى محاضرة الأمس وأجل الحديث في الأمور الفنية لليوم على المستويين النظري والعملية خلال التدريبات الختامية للمزيد من التفاصيل نضم إلينا الآن الإسكندرية أمير هشام وراس القناة النادي الأهلي للتعرف على آخر تحضيرات الأهلي لمواجهة الغد المرتقبة أمام الترجي بإذن الله أمير أهلا بيك إيه آخر استعبدات الفريق للقاء الترجي أهلا بيك يا فيروز وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان خلاص أنهى النادي الأهلي استعداداته بشكل رسمي للمباراة الهمة والمرتقبة أمام فريق الترجي التونسي في دور التمانية من دوري أطال أفريكا وهي مباراة الزهاب اللحتقام في أستاذ برج العرب هنا بمدينة الإسكندرية أكيد مباراة مهمة استعدادات همة جدا بالنسبة للجهاز الفني واللعبين أكيد النهاردة كان المران الأخير مران مهمة جدا أكيد لكابتن حسام البادري اللاعبية النادي الأهلي استعدوا من خلاله في شكل كبير جدا لهذه المواجهة الهمة جدا لكن نخليني بالتحديد يا فيروز نبتدي مع جمهور النادي الأهلي برنامج الخاص بالفريق من بداية اليوم يمكن النهاردة كان في الفطار ساعة عشر ونص صباحا كان في صلاة الجمعة طبعا لكل اللاعبية النادي الأهلي أدوا صلاة الجمعة النهاردة عاقب صراط الجمعة مباشرة كان فيه محاضرة من قبل كابتن حسام البدري اللاعبين وهي كانت محاضرة بالفيديو كابتن حسام بدري يمكن عرض بعض اللقطات العديدة لفريق التراجي التونسي في مختلف المباريات السابقة لهذا الفريق خصوصا فريق تراجي التونسي يمكن نلاعب حتى الآن أربع مباريات في الدورة التونسي وقدروا أن يفوز بها جميعا وقدروا أن يحرس ثمان أهداف خلال أربع مباريات وده يمكن معدل جيد جدا بالنسبة لفريق تراجي التونسي ومعدل هجومي جيد في المقابل استقبل هدفين بس ده برضو يعتبر معدل دفاع جيد ويمكن ده كان كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين خلال المحاضرة النهاردة عقب صراط الجمعة مباشرة أيضا إدى بعض التعليمات هي أكيد مش التعليمات الأخيرة كابتن حسام البدري خصوصا النهاردة مساء حيكون في محاضرة أخرى غدا حيكون فيه أيضا آخر محاضرة كابتن حسام البدري حيستقر من خلالها أكيد على التشكيل اللي هبتدي به هذه المباراة لكن خلينا أكمل معك يا فيروز البرنامج الخاص باليوم النهاردة طبعا الساعة 2.30 كان فيه معادل غدا بالنسبة لجهاز الفني واللعبين الساعة 5 بالتحديد ابتدى مران النادي الأهلي الأخير النهاردة على ملعب الرئيس يستاذ برج العرب اللي هتقام عليه هذه المباراة طبعا يمكن مران نهاردة كان من نواحي بدنية خفيف جدا هو كان مشابه تقريبا لمران الأمس من نواحي بدنية خفيفة بعد تدريبات الكرة الخفيفة مع نهاية المران كان فيه طبعا تأسيمة بين اللعبين لكن خليني بس أقول أن كابتن حسام البدري يمكن لغبة الأوراق شوية خلال التأسيمة ما وضحش الشكل اللي ممكن يلعب به خلال مباراة الغد خصوصا كان فيه بعض القنوات التونسية اللي كانت متواجدة اللي كانت بتتبع مران النادي الأهلي النهاردة بالتالي كابتن حسام قرر أنه ما يبينش كل ملامح التشكيل اللي ممكن يبتدي بها خلال طبعا مباراة الغد لكن بشكل عام يفيروس كل الأجواء ماشية في شكل جيد جدا بالنسبة للعبين بالنسبة للجهاز الفني خليني أقول لك اللي فيه حارض حالة تركيز كبيرة جدا من اللعب النادي الأهلي يمكن كلامهم حتى قليل مع بعض كل كلامهم في المطش بس إن أهمية إن شاء الله النادي الأهلي يفوز بالمباراة الغد خصوصا هي مباراة الزهاب مطالب النادي الأهلي أنه حقق نتيجة جيدة تكون طبعا دافع بالنسبة له في مباراة العودة وتأمن موقف النادي الأهلي في مباراة العودة إن شاء الله من خلالها طبعا يقدر النادي الأهلي أنه يوصل لدور قبل النهائي من بطولة دوري أطال لأفريكيا بشكل عام كل أمور جيدة جدا بالنسبة للعبين سواء من الحالة الفنية الحالة المعنوية الحالة البنانية كله ماشي بشكل جيد النهاردة مساءنا هيكون في محاضرة أخرى من كابتن حسام البدري اللعبين هيستمر في عرض بعض اللقطات الخاصة بفريق الترجي التونسي هيستمر في إعطاء بعض التعليمات اللي هتكون مهمة جدا بالنسبة لعاب النادي الأهلي إن شاء الله يكونوا جاهزين بشكل تام لمباراة الغد وإن شاء الله يقدروا أنهم يحققوا نتيجة كبيرة على فريق الترجي التونسي خلينا أقولك أن جاهزية وليد سليمان وليد سليمان جاهز بشكل كبير لأداء المباراة النهاردة كابتن حسام البدري يمكن لسه محتار من اللي يبتدي في تشكيل النادي الأهلي سواء وليد سليمان أو أحمد الشيخ اللي اتنين جاهزين بشكل كبير وليد سليمان مباراة النهاردة شايف في التدريب بشكل كامل بعدما كان عنده بعض الألم في الرجبة أو كادمة كده في الرجبة عقب مباراة طلاع الجيش لكن أصبح جاهز الـ 24 لعيب اللي اختارهم كابتن حسام البدري لمباراة الترجي الموجودين في معسكر فريق هنا في اسكندرية كلهم بحالة بدنية وحالة فنية جيدة جدا ومستعدين بشكل كبير جدا لأداء هذه المباراة إن شاء الله في النهاية إذا تمنا كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله يقدر يؤدي مباراة جيدة عنصر الجمهور جدا إن شاء الله اللي سيكون تواجد حوالي 20 ألف متفارغ خليني برضو ألفة النظر يا فيروز إن بكرة هيكون متواجد عدد من جماهير التونسية طبعا عدد من جماهير الترجي حوالي من ألف الألفين متفارغ أو من ألف الألفين طبعا مشجع تونسي هيكونوا متواجدين يدعموا فريق الترجي التونسي ودائم كالعدد مش قليل يعني هنكون فيه طبعا صوت ليهم واضح خلال مباراة الأهلي والترجي إن شاء الله غدا لكن إن شاء الله جمهور النادي الأهلي 20 ألف متفارغ هيكون لهم مفعول السحر إن شاء الله في مباراة الغد يكونوا داعم بشكل كبير إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يحقق فوز مريح قبل مباراة العودة إن شاء الله في فردس أعود عليك يا فردس أمير هشاء مراسل قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا ليك كنت معانا عبر الأخبار الصناعية وبالعودة الأخبار من جديد حريصة طارق سليمان مدرب حراس الأهلي على توجيه عدد من التعليمات الخاصة لحراس الفريق قبل مواجهة الترجي وعلى رأسهم الحارس الأساسي شريف إكرامي بالإضافة للتنائي محمد الشناوي وأحمد عدد وكثف طارق سليمان خلال تدريبات الفريق الأخيرة من استعدادات حراس الأهلي لأهم وأخطر كرات الترجي والمتمثلة في التسديد والكرات العرضية عبر مؤمن زكريا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رغبته في الفوز ببطولة دور أبطال أفريقيا للموسم الحالي ونشر زكريا عبر حسابه الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للتشكيل المثالي لدور المجموعات لدور أبطال أفريقيا والذي انضم إليه زكريا رفقة زميله في الفريق حسام عشور وقال زكريا تعليقا على الصورة يا رب نكسب أفريقيا يا رب نكسب أفريقيا بالعودة الأخبار من جديد يخض عميد وجابر مهاجم فريق الأهلي لبرنامج علاجية أما لن في اللحاق بلقاء الإيام أمام الترجي التونسي يوم 23 سبتمبر الجاري وكان ميد وجابر قد خرج من قائمة الأهلي لخوض مباراة الذهاب غدا السبت بسبب الإصابة في منشأ العضلة الأمامية يخوض فريق الترجي التونسي ميرانه بعد قليل على ملعب برج العرب الإسكندرية والذي يصديف لقاء الأهلي مساء غاد السبت في جولة الذهاب بدور الثمانية بدور أبطال أفريقيا يأقد فوزي البنزرتي المدير الفني للترجي قبل انطلاق الميران مؤتمرا صحفيا للحديث عن لقاء الأهلي وأبرز أرائه بخصوص المباراة المرتقدة بدأت أعداد كبيرة من جماهير ترجي تونسي في التوافض إلى مصر من أجل مؤازرة ناديها في مباراة الأهلي والتي ستقام غدا السبت ملعب برج العرب في ذهاب الدور ربع نهائي بمصابقة دور أبطال أفريقيا وينتقي الترجي التونسي مع الأهلي في مواجهة قوية للغاية وسط قرابة 20 ألف متفرج من جماهير قلعة الحمراء بجانب مدرك كامل تم تخصيصه لجمهور الفريق التونسي وحضرت بعثة الفريق التونسي إلى برج العرب بطائرة خاصة ومعها عشرات الجماهير بجانب جماهير أخرى حضرت بعيدا عن البعثة الرسمية لحضور اللقاء ودعم الفريق والذي يمتلك شعبية جائفة في تونس وإلى اتحاد الكرة حيث تمسك الأرجنطيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني بالبقاء في منصبه خلال الفترة القادمة ورفض كوبر عدة عروض لتدريب منتخبات عربية وأفريقية آخرها منتخب ليبيا فضلا عن عرض من أحد الأندية الأسبانية وعرض آخر لتدريب منتخب الإكوادور يذكر أن المنتخب سيواجه الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل في تصفيات المونديال سادر مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى هولندا لحضور اجتماعات جمعية اللاعبين المحترفين لمناقشة بعض الملفات قبل العمومية والمقرر لها لسمبر المقبل يترأس مجدي عبدالغني رئاسة جمعية اللاعبين المحترفين بمصر ويرغب في الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعية اللاعبين المحترفين وإلى متابعة أخبار الأندية الأخرى حيث يلتقي بعد قليل فريق الرجاء مع فريق الأسيط على ملعب المكس بالإسكندرية المكس حقاً في الإسكندرية بالجولة الثانية لمسابقة الدولي وتعادل الأسيط مع المقصة بالجولة الأولى للدولي بينما تلقى الرجاء هزيمة مريرة على يد المقاولون بثلاثية اشتركوا في القناة رفض مجلس إدارة الإسماعيل مخاطبة اتحاد الكرة للاستعانة بطاقم حكام أجانب في مباراة الفريق أمام الأهل في رابع جولات الدوري المحلي يوم 30 سبتمبر الجانب يذكر أن اتحاد الكرة قد أعلن إقامة مبارتي الدورين الأول وثاني على ملعب برج العرب الإسكندرية حصل مسؤولون اتحاد السكندرية على البطاقة الدولية لمحمد علي منصر لاعب الفريق الجديد والقادم من صفوف الترجي التونسي تمهيدا للاعتماد عليه في مباريات الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي طالب هاني رمزي المدير الفني لانتحاد تجهيز مدفع الفريق السوري مؤيد الخول تمهيدا للدفع به خلال المباريات المقبلة لحل الأزمة الدفاعية والتي يعاني منها الفريق أنا للتزام دايما بتعلم بتحرك ببص الأدام بجري مش بس عشان عياتي بحب الكرة بطير بحلي وعندي هدف أنا إنت وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى حيث انطلقت في التاسعة من صباح اليوم بطولة الوفاء للمرحوم الكابتن هشام منسي والتي ينظمها جهاز الكراتيب النادي على مدار يمين بإصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وأكد دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكراتي أن ما يقرب من ألفي لعب ولعبة ويتنافسون في البطولة بمنافسات الكاتة والكومتي جماعي وفردي في المراحل السنية من عمر خمس سنوات وحتى تمانية عشر سنة بني وبنات وأضاف رئيس جهاز الكراتي أن منافسات البطولة ستشهد إقامة حفل تأبيل الكابتن هشام منسي موسيقى 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 حقق الفريق الأول كرة رياد رجال بنادي الأهل تحت قيادة المدير الفني للكافتن عاصم حماد فوزا مهما على فريق هليابلس في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات بطول الدور المحترفين وقدم الفريق عرضا قويا ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 35-33 في إطار ثالث جولات بطولة دور المحترفين وأقيمت المباراة على صالحه اليابلس موسيقى 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 يواجه منتخب مصر للشابات الكرة الطائرة منتخب سلوفينيا في الثامنة مساء اليوم في ختام دور المجموعة بطولة العالم تحت 23 عام يتصدر منتخب سلوفينيا الترتيب برصيد 12 نقطة بالفوز على في مبارايته الأربعة السابقة بينما منتخب مصر في المركز الرابع برصيد أربع نقاط يحتاج المنتخب المصري خسارة منتخبي الأرجنتين وتايلند أمام الصين والدومينيك أو الفوز على سلوفينيا لضماية تأهل للعب على المراكز من الخامس لثامن للمرة الأولى في تاريخ في إنجاز كبير عصده المنتخب المصري موسيقى فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمي موسيقى 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 وإلى جولة في الملاعب العالمي حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فوز اللاعب المصري محمد صلاح لاعب لفيرفول الإنجليزي بجائزة اللاعب الأفضل في جولة الأولى من دور المجموعات بدور أبطال أوروبا بتصويت الجمهور متفوقا على كريستيانو رونالدو لاعب بريال مدريد وليونال ميسي لاعب فرشلونة حصد صلاح 51% من أصوات رواد موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا فيما حصد ليونال ميسي نسبة 20% من الأصوات وجاء رونالدو في المركز الثالث برصيد 12% من نسبة الأصوات فيما جاء جيمس رودريغس صانع ألعاب فايرم يونيخ في المركز الرابع برصيد 7% من الأصوات أكد محمد النيني لعب وسط فريق أرسنل الإنجليزية أن فوز فريقه أمس أمام فريق كالن الألماني يثبت قدرة فريقه على تسويق بطولة الدور الأوروبي كان أرسنل قد حول تأخره بهدف إلى فوز كبير بثلاثة أهداف لهدف وصرح نيني عقب المباراة أن لاعبي كالن أدوا شوطا أول جيد ولكن الأرسنل نجح في الضغط عليهم في الشوط الثاني وتحويل التأخر إلى فوز وأضاف النيني أن هدفهم في الفريق هو الفوز بالبطولة لكنه لن يفكر في ذلك الأمر الآن مفضلا التركيز في كل مباراة على حدة يعتزم لك أسبانيا فيليبيا السادس أن يترأس غدا أسفت حفل افتتاح الملعب الجديد لأتلاتيكو مدريد واندا ميترو فوليتانو الذي يتسع لـ 68 ألف مشجع أصدر نادي أتلاتيكو مدريد الأسباني بيهنا نرحب فيه بحضور الملك مباراة الفريق أمام مالجا في رابع جاولات الدوري الأسباني جاء في البيان نحن نتشرف بحضور جلالة الملك فيليبي السادس أول مباراة رسمية تقام في معقلنا الجديد أعرب الفرنسي كريم بنزيمة لعب ريال مدريد الأسباني عن رغبته في البقاء مع النادي الملكي وقال بنزيمة في تصريحات نقلتها صحيفة آس الأسبانية قضيت تسع سنوات في ريال مدريد وهو أفضل فريق في العالم أحاول أن أكون دائما في أتمي جاهزي حتى أصل لأعلى مستوى وأضف بنزيمة أن ريال مدريد يمر بأفضل فترة في تاريخه وأنه لا يهتم بوجوده أسسياً أو أحتياطياً مع الفريق طالما يستطيع صنع الفارق حال مشاركته موسيقى موسيقى وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف المواقع والبداية من بوابة الأهرام 24 لاعب في قائمة الأهلي استعداد للتراجي موسيقى ومن الجمهورية عبدالله الصعيد يقترب من نادي المئة موسيقى ومن المساء الأهلي يحشد النجومه وجمهوره للتراجي موسيقى ومن الوفد الأهلي يرفع مكافأة دوري الأبطال والبدري يستقر على خطة موقعة التراجي موسيقى ومن مصر اليوم طوارئ داخل معسكر الأحمر والبدري يراهن على الشيخ موسيقى من الوطن أيوب الجمهور هي المحرك الأساسي للفريق موسيقى موسيقى ومن الشروق عشور وزكريا في التشكيل المتالي لدوري أبطال أفريقيا موسيقى ومن زيتو ضابط المخابرات السنغالي يدير لقاء الأهلي والتراجي موسيقى من دوت مصر حسام البدري يكشف نقاط ضعف التراجي بست فيديوهات موسيقى 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 وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زين نهرد زين نهرد في 15 سبتمبر من عام 1996 الأهلي يتواجب بطولة العربية للأندية لطولة القدم بعد فوزه على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف موسيقى انتهى شوط المباراة الأول بالتعاد الواحد واحد تقدم الأهلي عن طريق مجد طلبة في الدقيقة الثالثة وتعادل الرجاء بهدف لعبه صلاح الدين بسير في الدقيقة 29 وفي الشوط الثاني سجل هدي خشب الهدف الثاني للأهلي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 51 وأحرز وليد صلاح الدين الهدف الثالث قبل نهاية المباراة موسيقى كل التوفيق كل التوفيق غدا للفريق الأول في لقاء الترجي بهذا نكون وصلنا إلى مقابل ختام مشرتنا في زي النهاردة أيضا في 15 سبتمبر من عام 2013 الأهلي يفوز على الزمالك بنتيجة 4-2 في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المباراة قيمت على سيد الجونة بالغرداء وتقدم الزمالك مبكرا عن طريق عمر جابر في الدقيقة الرابعة وتعادل وليد سليمان بعدها بخمس دقائق وفي الدقيقة 15 تقدم الأهلي بهدف سجله أحمد عبد الظاهر لينتهي الشوط الأول 2-1 للأهلي وفي الشوط الثاني عزز الأهلي تقدمه بهدفين آخرين سجلهما محمد بوتريكا وأحمد فتحي قبل أن يسجل أحمد حسن هدف تقليل الفارق لزمالك قبل النهاية بثمان دقائق وحصد الأهلي لقب البطولة هذا الموسم بعد فوزه على أورلاندو بايرتس في المباراة النهائية إلا هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة